وأنا كمان اليوم حاب أخبركم عن مشكل اللي كانت تزعجني بشكله يمكن هي بسيطة عندكتار ولكن بالنسبة لقلي كانت شغلة كتير كبيرة بتكون تعرفوا شو هي؟ رح خبركم هي التاتو على الشفاف تعرفوا قده كان دارج من زمان أن الصبية تعمل تاتو على شفافة أو حوجبة وطبعا أنا أول من إذا بدكم اتبع هايدي الموضة بس بوقت من الأوقات منوصل لما ما بتكون دارجة ونحنا عامين تاتو بتشكلنا عقدة عقدة صغيرة صحيح ولكن كل ما بدي أظهر كنت فكر كيف يا عالين بديك تخبي التاتو طبايا الطريقة كتير سهلة أول شي أنا حشيل شوي الحمراء باودر مستعمل الكنتور الغامق أول شي بنرسم فيه شفاف متل ما نحنا بدنا إياهون فوق التاتو إذا حابين نكبر شوي شفافنا فينا ننزل تحت الشفة ولكن نعبّ الفراغ لتثبت الحمراء الباودر شغلي كتير أساسيّة نرجع منخفف اللون نرجع بالكوتور الفاتح منعلم إذا بدنا نخفف نرجع كمان منزيد شوية باودر بهالطريقة صبايا الحمراء ما حتتحرك أنا أكيدة بيرجع باللبستيك منلون شفافه بالريشة منجرب نخبي داير الكنتور هيك ببينه شفاف طبيعية إذا لاحظتو تخبّى الكنتور وصارو شفاف كل لون بلون واحد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر